قبل 48 ساعة من خوض النادي الاهلي لمباراة مهمة في دور التمانية لبطول الدوري الأبطال أمام سنبا التنزاني النادي الاهلي تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لشيء سجلوا أحمد نبيل كوكا اللي أقيم طبعا من أيام في تنزانيا وبالتالي يستعد النادي الاهلي لخوض مباراة مرتقبة ومهمة الفائز منها اللي هو ان شاء الله بإذن الله هيكون النادي الاهلي سيواجه الفائز من مواجهة مازنبي الكنغولي وبترو أكلتكو الأنجولي المباراة تقام في أنجولا في نفس الوقت وفي نفس كمان الاستعدادات ولكن على صعيد الكنفدرالية بيخوض نادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا للمواجهة المرتقبة والحاسمة في مباراة الإياب أمام مودرن فيوتشر العنيد والفريق اللي بيمتلك عدد من العناصر المميزة جدا ولي بيمتلك كمان مدرب كبير ومميز هو تامر مصطفى المدير الفني في مباراة الإياب اللي هتقام يوم الأحد المقبل في دور التمانية في الكنفدرالية مبارتين في غاية الأهمية سنخسر منها فريق مصري أقصد طبعا من زمانك مع مودرن فيوتشر أي مكان الفائز سواء الزمانك أو مودرن فيوتشر هو اللي هيستكمل مسيرته في الكنفدرالية وهيواجه كمان الفائز من دريمز الغاني أو استاد مالي المباراة الأولى ما بين دريمز الغاني و استاد مالي انتهت بفوز دريمز الغاني 2-1 على أرض ملعب استاد مالي وبالتالي المباراة المقبلة هتكون طبعا في أرض ملعب دريمز الغاني وبالتالي هيكون الأمر أسهل شوية أمام استاد مالي وإن كان كرة القدم دايما فيها كل شيء ده اللي احنا هنأخوضه والمباراتين المهمتين للأهلي في دوري الأبطال والزماني كوا فيوتشر في الكنفدرالية كمان في مباراة مهمة جدا هتكون في دوري الأبطال إلى جانب سيمبا التنزاني مع النادي الأهلي قلت لك هيبقى مازمبي الكنغولي مع بيترو أتليتكو واللي انتهت كمان مباراة الزهب بالتعادل السلبي وأيضا الترجي التونسي مع أسك أبت جان الإفواري واللي انتهت مباراة الزهب بالتعادل السلبي بين الفريقين واللي أقيمت في تونس في نفس الوقت يانج أفريكنز مع الفريق المرعب والمخيف واللي طبعا انتهت مباراة الزهب بالتعادل السلبي بين الفريقين والمباراة كانت في تنزانيا والمباراة اللي جاية هتبقى في جنوب إفريقيا وبالتالي وانت مغمت كده ساندونس يعني واحد من الفرق الكبار جدا في إفريقيا في السنوات الأخيرة وأحد المرشحين للفوز ببطولة دوري الأبطال مع النادي الأهلي هو الأقرب إلى التأهل إلى نصف النهائي النحاة الثانية في الكأس الكونفدرالية هيكون في مباراة أخرى ريفرز يونيتد النيجيري اللي فاز في مباراة الزهب على اتحاد العاصمة الجزائري بيهرف مقابل لشيء في المباراة اللي أقيمت ما بينهم في النيجيريا حياخد طبعا مباراة الإيئاب في اتحاد العاصمة الجزائري مباراة برضو هتبقى في غاية الصعوبة نفس الأمر هيبقى أبو سليم الهيبي أمام نهضة بركان والمباراة اللي طبعا انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين في مباراة الزهب عموما طموحات كبيرة جدا وخلي بالك لما بيكون الأهلي أو الزمالك في طولة إفريقيا بيكون طبعا فيه اهتمام كبير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة زي ما قلت لك دايما هو بيحافظ على هيبة الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة سواء بالتأهل أكتر من مرة لنهائي دور الأبطال مرتين متتاليتين وحصولوا على البطولة وبإذن الله يحصد البطولة الحالية في دور الأبطال نفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك اللي عنده طموحات كبيرة مع المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب أنه يخرج هذا الموسم ببطولة على الأقل خسر بطولة الدوري في الفترة الأخيرة ابتعد عن البطولة بطولة الموسم الحالي عن المنافسة على اللقب بشكل كبير خسر بطولة كأس بصر في النسخة الماضية وبالتالي ليس أمام نادي الزمالك ولاعبيه وجهازه الفني الجديد بقيادة جوزي جوميز إذا أراد الاستمرار جوميز مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة ولا أيضا لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سوى حصد بطولة الكومفدرالية لأنها هتكون بمثابة طوء نجاة للمجلس واللاعبين والجهاز الفني ترجمة نانسي قنقر